حرائق العراق مع بداية فصل الصيف قد تكون ضربا بعصا غليظة لمصالح تجارية أو حرب تجارة اقتصادية كما وصفها مختصون أرقام قياسية نسجلها العراق في كل موسم صيفي هذا العام تركزت الحرائق على مصالح تجارية كمولات ومستشفيات أهلية نشهد في هذا الموسم حرائق من نوع جديد يستهدف المراكز التجارية سواء كانت مولات أو مخازن كبيرة هذا الموضوع يذكرنا بالاستهداف التجاري من باب المنافس لأنه سيتسبب بخسار كبيرة مادية لبعض الشخصيات التجارية وبالتالي على الحكومة العراقية أن تركز على هذا الموضوع لأنه سيضر بالاقتصاد العراقي بصورة عامة لأن هذه البضائع والسلع والخدمات تم استيرادها بمبالغ كبيرة قد تصل إلى ملايين الدولارات خبراء أمنيون يشيرون إلى أن معظم حوادث الحريق التي تحدث في مراكز التجارية لم يتم التحقيق بها بشكل مباشر وأن عددا منها قيد ملفه على أنه تماس كهربائي دون الولوج إلى المقصرين ومعرفة أسباب التقصير والتي قد تكون بدوافعة لا تخلو من الحرب التجارية اللجان في موضوع الحرائق أنا أعتبره تجميد للقرار أي للعقوبات أي لكشف الحقيقة هذا تجميد لأن المفروض اليوم مثلا هذا المبنى صار إلى حريق جدت اللجنة المختصة من الدفاع المدني أعطونا النتيجة بأنه تماس كهربائي طيب تماس كهربائي هنا لازم يكون مهمل لازم يكون مهمل مثلا الحارس مثلا من كان في هذه الدائرة من كرب الدائرة إن أي ضرر لمصالح تجارية هي ضرب للاقتصاد العراقي محليا ودوليا فهذه الحوادث تشكل تهديدا حتى على الاستثمار الأجنبي داخل العراق من العاصمة بغداد محمد فراسة قناة تغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر